هجوم روسي مكثف على أوكرانيا وتصدي من القوات الأوكرانية وسط تقارير عن انفتاح موسكو على التوصل لاتفاق بيان للجيش الأوكراني ذكر أن روسيا أطلقت 15 مسيرة استهدفت مناطق جنوب البلاد بحسب البيان تم إطلاق هذه المسيرات من الساحل الشرقي لبحر أزوف ودمر سلاح الجو الأوكراني 14 مسيرة منها في مناطق ميكولايف وزابوريجيا ودينيبرو بيان آخر لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أفاد بتدمير العشرات من الآليات والمعدات الروسية خلال يوم واحد التطورات الميدانية تأتي وسط تقارير غربية عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسوية سياسية في أوكرانيا تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كشف عن أن بوتين أرسل إشارات عبر قنوات دبلوماسية عن استعداده للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وفقا للتقرير بدأت الإشارات اعتبارا من سبتمبر الماضي بعد تأكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتراجع الدعم الغربي لكييف ومضت الصحيفة إلى القول أن قبول بوتين بوقف إطلاق النار يعني اكتفاء روسيا بالمناطق التي تسيطر عليها شرقي وجنوبي أوكرانيا وهو تراجع كبير عن أهدافها المعلنة في بداية الحرب أسباب عدة وفق مختصين وراء رغبة بوتين في التوصل لاتفاق فهو يريد تقليل المخاطر وتسويق نصر ما في حرب استغرقت وقتا طويلا لا توجد أي إشارات للآن عن استعداد أوكرانيا للقبول بوقف إطلاق النار مسؤولون أمريكيون ذكروا للصحيفة أن إشارات بوتين ربما تكون محاولة تضليل لا تعكس الرغبة الجدية في التسويع كما أشاروا إلى أن بوتين قد يغير مواقفه إذا حققت القوات الروسية تقدما في القتال